هو الحب اللي من طرف واحد ده الليه تعريف يعني ليه مسمة اه الحقيقة انه فيه دراسات كتير اتعملت ودراسات نفسية كتير اتعملت عن هذا المصطلح الحب من طرف واحد وتنشرت على كتير من المواقع اللي بتهتم بهذا الشأن بتشرح هو ايه الحب اللي من طرف واحد مشبهو بالشيلة انه ما ينفعش ابدا تبقى عايش حياتك وانت حاسس انه انت الوحدك اللي شايل شيلة الحب هو شاركة وانك بتختار فلان عشان تعيش معها عشان تتشاركوا مع بعض هذه الحياة لو انت ما عندكش شريك يشاركك الحياة ويشيل معاك الشيلة الشيلة هتتقل عليك بالضرورة بعد فترة من الوقت وهيبقى عبئي تسقيل انت مش هتقدر تشيله معك الحقيقة ده تشبيه اكثر من رائع بيقولولك انه في هذه الدراسة انه انه الشخص اللي بحبه ده هو بيشاركني كل حاجة بيشاركني الكلام والدحك والزعل والحرص والاحلام والاحزان والمتطلبات كل حاجة بتقول الدراسة كمان انه من اشكال الحب من طرف واحد هو اختلاف الاهتمامات او التعليق المستمر على تصرفات شريك الحياة او انه اصبح متحكم بشكل مبالغ فيه كل دي اشكال انه في حب من طرف واحد الحقيقة انه كأنك واقف لما تلاقي نفسك واقف في طابور طويل بتبزل فيه مشاعر بلا مقابل فهذه الدراسة بتنصح وبتقول ما تكملش وما تقفش في الطابور ده وما تبصش وراك فكر في نفسك يعني بعد ما تجوز يا جماعة لو انا تجوزت واحد قصك الكلام برضو ساحل و جميل باتين اتجوزت واحد ما مشاعر قلة واكتشفت ان انا بحبه اكتر ما هو بيحبني اه بكتير او اكتشفت ان هو اختارك اه على اساس انك مناسبة بس بيحترمني بيقدرني مديلي بريستيجي مهتم بي مهتم بالبيت استفسار بيحب كل ما بيحب كيف بيحترمني وبيحبني حب حب عادي حب كإنسان مش حب عاطفي مش حب رومانسي فاهمة يعني بيحبكيش اه ما بيحبنيش لكن بيحبني كإنسان بيحترمني شايفني حد كويس مقدرني بيديني كل حقوقي بكل التور والاشكال حط تحت حقوقي دي بقى كذا سطر عشان بس انا واضحة في كلامي المفروض ان انا سيبه ممكن استفسار كمان استفسار كمان انتي ايه اللي خلاكي تقولي ان هو بيحب كيف ما خلق ما هو بيحترم بيك لكن انا حاسة ان الحتة الرومانسية دي مش موجودة بمكي بيحبك بس مش رومانسية دي خلينا نحط بس ولا اكتشفت انه بيحب بحدة دي لا خلينا نحط في الاعتبار انه انا بحستي الانسوية حاسة انه حتة الحب العاطفية او الرومانسية دي مش لقيها معايا انا مش بالدرور يكون بيخد لكن هو مش لقي معايا انا مفروض اعمل ايه اسيبه عشان ان هو بيحبنيش ولا اكمل حياتي واكون سعيدة ونشوف الدنيا هتمشي ازاي وانتي لو انسبتلوش اللي عاردة هتسيبيه بكرة مش شرط اقولك ايه اقولك رأيي قسو هو يا جماعة عمرو ما هيرجي يقولك لا انا بحبكيش انتي ليه افتراتي الفردية دي يعني انتي لو روحتي سألتي بصريحة لبعا هو انت بتحبني هيرود عليك يقولك طبعا بحبك ايه اللي يخليك يتدماري حياتك بالضبط اللي مبارد اعتقاد في ذهنك او حتى لو اعتقاد ده حقيقي طيب طالما بيخنكيش بالضبط وكويس معاكي ايه متى ست بتتأكد انه جزء ما بحبهاش او حبيبه ما بحبهاش لما تبقى متأكد انه بيعرف واحدة تاني والله ممكن يبقى بيعرف واحدة تاني وتبقى نازه ويكون بيموت في امراته بيموت فيها انا مشكلتي في الحب من طرف واحد مشكلته بالنسبالي يعني انه هو بيبقى طاقة عندك انت واثق انه انت بتحب البنية ده معارف انه بيحبوك ما بيحبكش فبتاخد معاك تجربة دي وبتكمل فيها وعندك ثقة انك ممكن تغير ده قدام مشكلتي في ده ان هي طاقة عندك بتبدأ تخلص وتستنفذ منها كل يوم فالطاقة دي عندك انت لو اللي قدامك مش بيبدلك نفس الحاجة النهاردة وانت عندك الطاقة غير وانت ما عندكش الطاقة يعني يعني انا بقول ان انا بحبها فانا هخش العلاقة دي فتعدي سنة اتنين طاقتك انت بتحب من ناحية واحدة بس ما بتاخدش حاجة من ناحية تانية فهتبدأ تخلص فهتبدأ تدور على تدور بقى على بديل او تبطل تتكلم او تبطل تبقى نفس الشخص فاللي قدامك يبقى مستغرب ان انت وانت ليه تغيرت من الاول كده طيب انت عشان خدت قرار من الاول ان انا هخوض التجربة دي مشكلتي فيها ان هي عاملة زي العربية كده حطيت فيها بنزين والبنزين خلص فهمها؟ فضلت ماشي فيها وقفت بقى مني في نص الطريق وقفت منك في نص الطريق فهتسيب سواء كان راجل او كان ست عشان كده بقولك الاجابة اللي انت بيتقوليه هو مش شرط يبقى دلوقتي قدام لو العلاقة ما فيهاش الحب المتطرفين ومتبادل بغض النظر عن حجمه ايه هو اكتر شوية هي اكتر شوية بس لازم يبقى فيه ده لان احنا اللي بنغزي بعض ده بفي ناس بتحب ببعض يا جماعة بس ما بتهتمش ببعض يعني انا شفت في حياتي ناس كانوا بيحبوا بعض بس ما بيهتموش ببعض ما عرفوش يكملوا الاهتمام اهم من الحب مفيش حاجة اهم من الحب احنا احنا قلنا هو الاهتمام شكل من اشكال التعبير عن الحب طيب ايفرد هو بيهتم بس مشاعره بعافية شوية يعني قد يكون بارد قد يكون مش عارفية عمر لا انا عندي يهتم بيا مش لازم كل شوية يقولي بموت فيكي وبعشائك انا عندي يهتم بيا ويقبلوا مني ويحتويني ويسمعني لو عندي مشكلة ويبقى راجل امين معايا اه اكتر ان هو يكون بيحباني خالص انا عشان فيها تبقى بتحب واحدة وما بتبينش يعني من جواك بتحبها اه بس ما فيش ايه حاجة بتعملها تثبت لها ده اعمل بيه ايه الحب ده كيانك بتحباش بالزبط ما ينفعنيش ببصل يعني الفرق بينك ومن اللي ما بحباش بالزبط اشتركوا في القناة